السلام عليكم ورحمة الله صدقاء تحية كبير للكون عملية إسرائيلي في البترون شمال لبنان انزال وخطة الخبر لنتشر على موقع التواصل الاجتماعي أفادت تقارير إعلامي لبناني أستبت بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية انزال في منطقة البترون الساحلية شمال لبنان استهدفت عماد أمهاز وقالت مصادر أمني لبناني أنه تم اختطاف شخص في البترون مع ترجح بأن العملية نفزتها قوة إسرائيلية من جهاته قال وزير النقل اللبناني علي حمي المختطف وقبطان بحري لسفن مدني وتجاري وتلقى تعليمه في معهد مدني وأوضحت مصادر سكاي نيوز عربي اختطاف مواطن لبناني في البطرون وتحقيق بالشأن ما إذا كانت قوة إسرائيلية وراء العملية وكشف مراسلنا أن عملية الخطف حدست فجرا واستهدفت شخصا لبنانيا والعناصر التي نفذتها غادرت بواسط الزوارق كما أبرزت وكالة الأنباء اللبناني أهالي المنطقة في البطرون أفادوا بأن قوة عسكرية لم تعرف هوليتها نفذت انزالا بحريا على شاطئ البطرون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاري قريب من الشاري حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك واقتدته إلى الشاطئ وغادرت بواسط الزوارق سريعة إلى عرض البحر وقال المحلل الخاص سكاي نيوز عربية بشارة شهربل أن عمل الكومدوس الإسرائيلي تكررت ولها أسالب كثيرة وأضاف أن عمليات الانزال التي قام بها الإسرائيليون هي كثيرة ومتعددة وتابعة هذه عمليات موضوعية تدل على أن إسرائيل ليست قادرة فقط على التدمير والقتل من الجو بل تستطيع أن تقوم بالاختطاف من البحر ترجمة نانسي قنقر